مواجهة للتصحر وزيادة لمساحات الغطاء النباتي انطلاق حملة تشجير واسعة لزراعة 5 ملايين شجرة تنفذها عدو من الوزارات والمؤسسات الحكومية وزارة الموارد المائية أعلنت التزامها بتخصيص الحصة المائية الكافية لهذه الحملة بالتنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص زراعة 5 ملايين شجرة أو نبتة أو شتلة أكيد هذا الموضوع توجه دورة رئيس وزراء هو لزيادة الغطاء النباتي ولتعزيز دور الزراعة والإسهام بحد من تغيرات المناخ وبالتالي وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الزراعة أكيد ملتزمة بتوفير الحصة المائية لهذه النباتات أو لهذه الشتلات أو لهذه الزراعات وبالتالي سواء كانت مياه سطحية أو مياه جوفية أكيد سيكون هناك التزام مهني ووطني للوزارة بهذا الشأن نوعية الأشجار المستخدمة في الحملة لا تستهلك مياه كثيرة إضافة إلى استخدام تقنيات ترشيد المياه الحديثة كعوامل مساعدة في إنجاح الحملة إذ يؤكد خبراء المياه أن خطر الجفاف ما زال قائماً رغم الزيادات المائية الأخيرة من الموجات المطرية الهاطلة على العراق والتي أسهمت في زيادة المخزون المائي العراقي إلى 17 مليار متر مكعب أولاً نتكلم عن الأشجار هذه ما تستهلك كمية كبيرة ولبما بعض الأشجار هي تتحمى النسبة عالية من العطش استجابة السماء كانت لا نقول أنها أو وصلنا إلى الخزينة التراتيجي كون أن الفضاء الخزنية تعدى 150 مليار والمتحقق لحد أمطار ليلة أمس والمستمرة لم يصل لحد هذه اللحظة لـ 17 مليار متر مكعب إلى ذلك تؤكد وزارة الموارد المائية أن كميات المياه المخزنة في البلاد تزيد على ضعفين من كميتها في الوقت نفسه من العام الماضي وهو تطور مهم يشجع على تبني خطة زراعية متوازنة للصيف المقبل بالاشتراك مع وزارة الزراعة بعد إلغاء الخطة الزراعية الصيفية للعام الماضي بسبب شح المياه حيدر البدري يو تيفي بغداد